مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة تحوال التقسي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي اذا نبدأ هذه الورقة الجوية لنهار اليوم بهذا المنظر الجميل من الجزائر العاصمة اكيد هذا من بين احدى المناظر الجميلة ببلدنا الجزائر اذا الوضعية المرتقبة ان شاء الله اعتدال جوية العموم الرطوبة راح تبقى عالية بعد الظاهرة على غلبية هدأ السواحل وسطى الشرقية والغربية حتى اذا الولايات السحرية الوسطى كذلك اجواء اذا العموم الصحب كثيفة نلحدوها اجواء غائمة بعض الظاهرة اذا تحتعود ترجع يرجع الصافة على غلبية السواحل وسطى والغربية درجة حرارة تبقى على العموم عالية على غلبية الولايات الداخلية حتى ولايات السحرية لا اكثر تفاصيل نشوفوا الوضعية المرتقبة ان شاء الله كما سبق وذكرنا بعد الظاهرة سيقوم مع العموم الصفاء على غلبية السواحل زوبة عرمية ناشطة إذن مشاهدنا كرام عليكم بتوخي الحيطة والحذر على بشار غردايا عن صالح سرعة الرياح إذن ستزيد على 60 كم في ساعة الحيطة والحذر لأنه بطبيعة الحال هذه زوبة عرمية تؤثر على الرؤية الأفقية درجة الحرارة إن شاء الله تبقى فصلية العموم على غلبية السواحل وسطى الشرقية الغربية ما تفوت 27 درجة مئوية إذن كل ما أتجهنا الولايات الداخلية حتى ولائة الهضاء بالعلية كما نلاحظوا ولاية الصحراوية موجة حرق درجة حرارة جدا عالية وهذا نتيجة تمرقز كوتا الهوائية سخنة على الولايات الداخلية والهضاء بالعلية استمر حتى الولايات الصحراوية سجلو 40 درجة مئوية على قسنتين تيسم سيلت أم البواقي 38 درجة حتى 33 درجة مئوية على سطيف بتنة خنش لعلى أريس على عين عزل عين ارنت ورس الود كذلك 38 درجة مئوية نسجوها على البويرة 35 درجة مئوية نسجوها على شلف سعيدة على غليزان كذلك من 39 درجة حتى 130 درجة على الجلفة لغوة تحت الخط الرابط مع البيض مشريا ونعمة كما سبق وذكرنا خاصة نعود الصحراء بذا درجتها سترتفع مرتفع جوية يبتقامت مركز خاصة على إذن أبواب الصحراء وسط الصحراء مرتفعة الهوغار والتعصيلي نسجوه 79 درجة مئوية وهذا تحت ظل على 32 دوف على بناء بس على تاب البالا إذا نسجوه كذلك 43 درجة مئوية تحت ظل على بشار 45 درجة مئوية تحت ظل على غرديز الفناب بريان كذلك بالنسبة على ورقلة توقرد حاسم سعود حاسي بركين 48 درجة مئوية وهذا تحت ظل 48 درجة مئوية تحت ظل على عين الصالح وفي الأخير 42 درجة مئوية بأقصى الجنوب برج بش مختار عين أزوى وأبريسة البحر إن شاء الله بعض الظاهرة ليهموا حل البحر إن شاء الله راح يرجع شباب هذه على أغلبية السواحل مقارنة مع الصباح وين يكون مضطرب بعض الظاهرة يرجع هذه على أغلبية السواحل وسط الشرقية الغربية مع اتجاه ترجح مختلفة مشاهدينا هنا لحقنا نختم مع نجاتكم جميعا هل يجب أن نختمها إذا كلا عدم معاعدكم الفلاكي لغروب الشمس نقول لكم لمزيد من المعلومات أكيد معكم غير تصوروا مواقع القناة لهي دايما في خدمتكم دومتم اوفياء القناتكم قناة الوطنية تيفي وقعوا على خيات هذا فرحتكم